وينضم إلينا عبر سكايب من لندن الباحث في الشؤون الاقتصادية دكتور زياد الهاشمي دكتور زياد مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه بداية برأيك ما هي التداعيات الاقتصادية لنقل للعقوبات بشكل عام ومصرف الهدى بشكل خاص نعم شكرا على الاستضافة وتحية لكم والمشاهدين الكرام بطبيعة الحال هذه العقوبات اليوم جاءت ربما في سياق العقوبات التي طبقتها الخزانة الأمريكية والفدرال الأمريكي طوال 12 شهر الماضية اليوم لدينا الحقيقة رقم كبير وخطير يتعلق بمجمل المنظومة المصرفية العراقية لدينا ما يقارب 30% من المصارف العراقية هي تحت طائلة العقوبات الأمريكية وهذا بواقع الأمر يشكل رقما وجرس انذار لجميع صناع القرار النقدي والمال داخل العراق بالتأكيد التداعيات ستكون واضحة وبدأت الحقيقة اليوم في موضوع اسعار الصرف في موضوع كذلك سمعت ورصانة المنظومة النقدية العراقية ومسألة الوعود الحكومية أن هناك إصلاحة قد تم تطبيقها طوال عام 2023 لكن تأتي اليوم الخزانة الأمريكية وتفرض عقوبة على مصرف ويأتي اليوم كذلك براين نيلسون في ختام زيارته إلى بغداد ويقول على العراق أن يتوقع المزيد من العقوبات وأن يجعل العقوبات الاقتصادية أمام ناظرين هذه الحقيقة تصريحات تدلل أن الخلل لا زال موجودا وأن الأطراف التي تستفاد من المنظومة النقدية العراقية لا تزال فاعلة سواء موضوع التهريب وتغسيل الأموال ودعم الكيانات المعاقبة دوليا فالمسألة الحقيقة مفتوعة على كل الخيالات وعلى كل الاحتمالات نعم طيب دكتور يعني كمراقب ومختص في الشؤون المالية كيف تقيم التعاطي العراقي الرسمي مع العقوبات الأمريكية كحكومة وكمؤسسات مالية أين الخلل يعني أين جرس الإنذار لم يسمع كما ينبغي داخل الأوساط المالية العراقية والحكومية الرسمية المتابع لطريقة تعاطي البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية مع هذه الحقيقة الخطوات الفدرالية الأمريكية وسواء الخزانة أو الفدرال الأمريكي نجد أنه يتسم بطريقة ردود الأفعال لا تجد لدينا الحقيقة مبادرة أو تحرك سريع دون أخطار أمريكا أو دون أشعار أمريكا أن هناك نوع من المشاكل داخل المنظومة المصرفية هذه الحقيقة عام 2023 سمعنا الكثير من الوعود سمعنا الكثير الحقيقة من التصريعات التي انطلقت من البنك المركزي أن البنك المركزي والمنظومة المصرفة العراقية بشكل عام تسير بالطريق الصحيح لكن وتم بالتأكيد اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات وغيرها ومسألة الامتثال شاهدنا جميعا هذه الأمور لكن في نهاية المطاف أن تأتي الخزانة الأمريكية وتقول أن الخلل لا يزال موجودا وأن هناك بنق لا يزال يقوم بعملية التهريب وأن هناك الحقيقة أسماء أخرى قد تطرح مستقبلا في طريق العقوبات هذا يضع الحقيقة المصداقية التي يتمتع بها النظام المصرفي وعلى رأس البنك المركزي العراقي يضع عليه علامات استفهام يجب أن نعلم أن هناك أما أن البنك المركزي لا يملك جميع خيوط اللعبة داخل النظام المصرفي العراقي أو أن هناك منظومة أو قوة أكبر من قوة البنك المركزي العراقي لا يستطيع أن يقوم بالتعامل معها ومعالجة خللها نعم طيب دكتور زياد حسب علمك هل هناك من إجراءات قضائية قانونية عيقابية ضد المسؤولين عن هذه المراكز المالية في العراق التي تتعرض إلى العقوبات من قبل وزارة الخزانة بالتأكيد نحن نتكلم عن وزارة الخزانة الأمريكية واللقاء الذي حدث قبل يومين بين مستشار أو وكيل وزارة الخزانة الأمريكية نيلسون الذي قابل رئيس مجلس القضاء الأعلى يبدو أن هناك نوع من التفاهمات وربما التنسيق في هذا الجانب العقوبات الفدرالية والعقوبات الأمريكية بالتأكيد هي رادعة لكن هناك مطلوب الحقيقة عقوبات داخلية أو ردع داخلي داخل العراق لتقييد عمل نشاطات هذه الفئات التي تسحب الدولار العراقي باتجاهات الحقيقة لا تنفع الاقتصاد العراقي بل تضرور الاقتصاد والأسواق العراقية من لدنا الباحث في الشؤون الاقتصادية دكتور زياد الهاشمي شكرا جزيلا لك